موسيقى أيضاً لأقل في المحضر يتخص في بصور والطريقة المحضر في المحضر يسعر مرحل موسيقى صغيرة بالطريقة لطريقة المحضر لا يستطيع قليل لتعبير طريقة المحضر ولكن موسيقى بالطريقة بجوء ويقفة طريقة الولايات طلب احنا في السابق اخذنا كيفية ايجاد معاذلة المستقيم بالفراغ وهي تحدد بواسطة نقطة وفكتر يكون عمودي او عفو فكتر يكون موازي بالديركشن باتجاهه يكون موازي الى هذا اللين معاذلة المستوي بالفراغ صعب انه توصف is more difficult to describe يعني اكتر صعوبة بالوصف حيث انه الموازي للبلين a single vector parallel to the plane هذا الفكتر الموازي للبلين غير كافي لإيصال الاتجاه وتحديد معاذلة البلين بالفراغ ولكن اذا اريد نوصل الى معاذلة البلين لازم يكون عندي vector perpendicular to the plane لازم عندي لتحديد ولإيجاد معاذلة المستوي بالفراغ لازم يكون عندي vector متجه عمودي على هذا البلين حتى هذا الفكتر العمودي على البلين هو اللي راح يحدد لي اتجاه does completely specify its direction يعني راح يكون الفكتر اللي هو عمودي على البلين راح تماما يحدد او يعرف اتجاه البلين ثم بالتالي a plane in space is determined by knowing point on the plane and vector that is perpendicular او normal or orthogonal to the plane بالتالي المستوي بالفراغ يحدد بواسطة المعطيات التالية نقطة معلومة واقعة على البلين و vector هذا الفكتر يكون عمودي perpendicular normal orthogonal كلها تعني او تعرف بالفكتر العمودي الفكتر يعني اذا قلت انا normal vector او perpendicular vector او orthogonal vector هذا كل مسميات للفكتر العمودي على البلين مثل ما واضح اتكون بالفقر الفقر 22 الفكتر n هو الفكتر العمودي على البلين m الفكتر n هو الفكتر العمودي على البلين اللي اسمه plane m لتحديد معادلة او لإيجاد معادلة البلين نفترض suppose that plane m passing through a point p n x y z n and is orthogonal normal to The non-zero vector ويكون عمودي على هذا الفكتر اللي هو non-zero vector متجه غير صفري Non-zero vector المتجه اللي هو N قيمته AI زائد بي جي زائد CK This orthogonal vector is called a normal vector هذا اللي هو المتجه العمودي يسمى normal vector يسمى بالمتجه العمودي Let P النقطة P هذه النقطة اللي هي لا على التعين أخذناها نقطة P Be an arbitrary point in the plane Plane M is the set of all points P اللي هي X, Y, Z طبعا اللي plane يحتوي على ما لا نهاية من النقاط في داخل اللي plane يعني تكون P هي ضمن الخيارات يعني حيث أن P حالها حال P note P note هي نقطة واقعة على اللي plane وأيضا وأيضا ال P اختارينا النقطة P فرضناها فرضية نقطة P هي نقطة أيضا واقعة على البلين for which P note is orthogonal to the vector N حيث أن النقطة P note والنقطة P أقدر أستخرج vector وهذا الvector راح يكون P note P بالتالي راح يكون هو عمودي على ال N على الvector N يعني راح يكون ال P note P مع ال N الvector N بيناتهم زاوية 90 درجة معوية عفوا 90 درجة بيناتهم بين ال الvector N والvector P note P زاوية 90 يعني تكون ممكن أنه أنقل ال P إلى هذه النقطة و من خلال نقل ال P إلى هذه النقطة راح نعرف أو نتأكد على أنه ال فكتر هذا اللي هو N راح يكون عمودي على أي فكتر موجود في داخل فراح يكون الفكتر N يكون عمودي على ال ويكون عمودي على أي فكتر موجود داخل هذا البلين من خلال الفكتر N والفكتر P0P ممكن بواسط استخدام الدوت بروديكت راح يكون عندي the standard equation for the plane راح أقدر استخرج هسه معادلة المستوي من خلال الفكتر النورمال مع P0P الفكتر اللي هو يكون داخل هذا البلين اللي هو البلين M standard equation for a plane in space is defined in terms of a vector normal to the plane a point P lies in the plane through P0 normal to the N if and only if فرح يكون عندي طلاب باستخدام قلنا dot product ومثل ما أخضنا بخواص dot product خواص الضرب النقطي للمتجهات عرفنا أنه إذا كان عندي متجه عمودي على متجه ثاني فيكون dot product للمتجهين المتعامدين النتيجة راح تكون 0 لأن الزاوية بين هذا المتجه وهذا المتجه 90 درجة فكوسان 90 راح يكون 0 فإذا أضرب الفكتر N مع الفكتر P0 P ضرب النقطي N dot P0 P راح النتيجة تساوي 0 thus the dot product N dot P0 P equal to 0 هذه المعادلة التي نسميها this equation is called a vector equation of the plane هذه نسميها المعادلة a vector equation معادلة المتجه B المستوي this equation is equivalent to راح أعوض المتجه N والمتجه P0 P بقيمها I J والK بهذه المعادلة أنا عندي المتجه N اللي هو A I زائد B J زائد C K وعندي المتجه الثاني اللي هو اللي هو عندي المتجه P0 P أقدر أستخرج المتجه P0 P terminal point minus initial point بالنسبة للحلاثي X X Y minus Y 0 باتجاه J و Z minus Z 0 باتجاه K فرح يكون عندي P0 P أعوض عنه X minus X not I زائد Y minus Y not J زائد Z minus Z not K Z Z Z عن نتيجة لضرب هذه المتجهين راح ااخد الcorrespondent للفكتر الاول باتجاه الاي اضربها مع الcorrespondent للمتجه الثاني باتجاه الاي ايضا اضرب الcorrespondent للمتجه الاول باتجاه جي مع الcorrespondent للمتجه الثاني باتجاه جي وكذلك بالنسبة للكي فراح يكون عندي اي مضروبة في بين قوسين x-x0 زائد ب مضروبة بين قوسين y-y0 زائد c مضروبة بين قوسين z-z0 تساوية طبعا هاي تساوي صفر هاي المعادلة نسميها this equation is called the scalar or component equation of a plane هاي المعادلة نسميها scalar equation of the plane or component equation of the plane ممكن انه تدخل قيمة الاي والبي والسي على الاقواس وراح يكون عندي ax-ax0 زائد by-by0 زائد c-z0 equal to zero طلاب عندي الاي والاكس نوت البي والواي نوت سي زائد نوت معلومة المقادير فراح تكون عندي المعلومة في جهة والمجهول في جهة اخرى لانا عندي اكس وواي وزت اللي هي اللي هي نقطة مالتي النقطة اللي على التعين اللي هي اكس واي زت هاي نقطة بي هي مجهولة فراح يكون عندي المجهول في جهة فراح اخلي ax-by-c-z وانقل الحدود المعلومة في الجهة الاخرى فراح يكون عندي هنا يعني وراح تتغير اشارتها اه ماينس ax يكون بلاس ax وكذلك ماينس بي واي يكون بلاس بي واي وماينس c-z نوت يكون بلاس c-z نوت اعوض على هذا المقدر اللي هو معلوم الكمية اعوض عنه اه بالقيمة d اللي هي طبعا لا على التعين let d تساوي هذه القيمة اللي هي بالright hand side في left hand side اللي هو ax-by-c-z يعني وكأنه هذه المعادلة سويناها تبسيط هذه المعادلة اللي هي scolar component equation of the plane سويناها تبسيط وظهرت بهذه النتيجة فراح يكون عندي ax زاعدا بي واي زاعدا c-z equal to d وهذه اللي هي المقدار اللي امامكم ax نوت زاعدا بي واي نوت زاعدا c-z نوت this equation is called component equation simplified or general form of the equation of plane راح يكون عندي هاي المعادلة هي معادلة مبسطة لكيفية ايجاد معادلة المستوي بالفراغ فراح تكون هذه الصيغة الرئيسية او الصيغة المبسطة لمعادلة المستوي بالفراغ فراح يكون عندي ax نوت ax عفوا زاعدا بي واي زاعدا c-z equal to d والدي عرفنا هي هذه القيمة اللي هي ax نوت زاعدا بي واي نوت زاعدا c-z نوت هسا طلاب عندي ال n.p0b equal to zero هذه نسميها vector equation of the plane وعندي a مضروفة في x-x نوت b مضروفة في y-y نوت c مضروفة في z-z نوت هذه نسميها scalar component equation of the plane والمعادلة المبسطة اللي هي هذه المعادلة راح انقل المعلوم في جهة والمجهولة خليه في الجهة الأخرى فراح يكون عندي ax زاعدا بي واي زاعدا c-z equal to d وهذه نسميها المعادلة اللي هي component equation simplified أو نسميها general form الصيغة العامة الرئيسية لمعادلة المستوي نأخذ بعض الأمثلة الخاصة بكيفية إيجاد معادلة المستوي بالفرق مثال يقول find an equation for the plane through يريد مني معادلة المستوي اللي يمر بهذه النقطة اللي هي peanut سالة ب3 بالx صفر بالy سبعة بالz ويكون perpendicular هذا المستوي يكون perpendicular عمودي على الفكتر اللي أمامكم اللي هو 5i زاعدا 2j minus k فتطبيق مباشر للقانون الرئيسي فراح يكون عندي هنا عندي نقطة وعندي فيكتر عمودي على البلين دايركت أقول the component equation is أروح أنا ما أجي للسيمبلفايد لأن السيمبلفايد راح تخفي لي عندي الx نوت والy نوت والz نوت فأروح أرجع على أستخدم دائما اللي هي هاي دائما أستخدمها بالأغلب الأعم نستخدم skeller component equation of the plane فرح أخلي أستخدم skeller component أو skeller أو component equation of the plane is عندي قيمة قيمة A وعندي قيمة B وعندي قيمة C من المتجه وعندي قيمة الx نوت والy نوت والz نوت من النقطة فدايركت أعوض خمسة x minus x نوت هي سالة بتلعطة زائدا الcorresponding component للj اللي هي ثنيا y minus y نوت y نوت 0 والcorresponding component لk اللي هو سالب 1 طلاب ياريت يعني تنتبهون للإشارات بنقل الحدود فيكون هنا سالب 1 مضربة في z minus z نوت عندي اللي هي 7 فتدخل القيم الخمسة والثنين والسالب 1 على الأقواس فسيمبلفاينج وي أوبتين راح يكون عندي هنا خمسة x زائد ذن 15 زائد ثنيا y زائد مينص z زائد 7 equal to 0 فرح أخلي المجهول اللي هو بقيمة ال x وال y و z في جهة والمعلوم القيم المعلومة في جهة أخرى فرح يكون عندي هنا خمسة x تنزل واثنين y تنزل وسالب z تنزل وأنقل الخمسة و السبعة في الجهة الأخرى فرح يكون عندي هنا سالب 22 هذه معادلة المستوي بالفراج مثال آخر على هذا الموضوع find an equation for the plane through يريد مني إيجاد معادلة المستوي وهذا المستوي يمر بالنقاط a b و c يمر بالنقاط a اللي هي 001 ويمر بالنقاط b اللي هي 2000 ويمر أيضا بالنقاط c اللي هي 030 أنا في حال أريد أستخرج معادلة المستوي يحتاج مني نقطة معلومة واقعة على المستوي نقطة معلومة واقعة داخل المستوي وأيضا ويكون ويكون عمودي على المستوي ويكون عمودي على المستوي هذا توفرا عندي المعطيين اللي هي نقطة داخل المستوي ويكون عمودي على المستوي أقدر من خلالها أستخرج أو أوجد معادلة المستوي بالفراغ طلاب أكون يعني سماحية في موضوع في موضوع حل مثل هكذا أسئلة أو هكذا أمثلة عندي هنا A وB وC من النقطة A وB أقدر أستخرج ومن النقطة A C أقدر أستخرج وكتر عندي هس A B و A C و أخر الانيشل بوينت هي ال A ال تيرميل بوينت هي راح تكون ال B وال C أقدر من خلال ال A B كروس A C راح يطلع لي من خلال ضرب المتجه A B مع المتجه A C ضربا اتجاهيا راح أقدر أحصل على متجه آخر يكون عمودي على المتجه A B وعمودي على المتجه A C هذا ما أخذناه في الكروس برودكت لأن أنا عندي A B هو متجه واقع داخل البلين وال A C هو متجه واقع داخل البلين لأن بالسؤال أو بالمثال مطيني أنه A وال B وال C هي ضمن البلين في داخل البلين فعندي A B وعندي A C متجهان داخل البلين أقدر أضربهم ضربا تجاهيا وأحصل على متجه آخر يكون عمودي على المتجهين يكون زاوية بين المتجه هذا اللي طلعناه مع المتجه A B و A C زاوية 90 درجة وبالتالي راح يكون هذا المتجه اللي هو A B Cross A C يكون عمودي على البلين هس أنا مجدد المتجه اللي هو عمودي على البلين أقدر أخذ أي نقطة من هذه النقاط مع هذا المتجه وأستخرج معادلة المستوي بالفراغ بصيغة الحل We find a vector normal to the plane and use it with one of the point It does not matter which يعني بالبداية لازم أجد vector يكون عمودي على البلين وأستخدمه مع أي نقطة من النقاط مع أي نقطة من هذه النقاط لا مانع من استخدامها مع نقطة A أو B أو C to write the equation of the plane لكتابة المعادلة المستوي A cross product A B cross A C is orthogonal to the vector A B and A C ويكون A B ويكون cross A C يكون orthogonal أو normal أو perpendicular to the plane فأستخرج 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 الفكتر A B minus K طبعاً هذا الجزء غير معلوم أتأكد مني عندي A والB A هي initial point والB هي terminal point فرح يكون عندي الآن الجي ما لأي مقدار لأن صفر إنه ماينوس صفر والK رح يكون عندي قيمة سالة باللئان صفر ماينوس واحد رح يكون عندي ماينوس كي وكذلك الـ AC رح يكون عندي ثلاثة جي ماينوس كي أقدر أضرب A B بالـ AC cross products وعرفنا كيفية ضرب متجهين بالـ cross products بإستخدام المصفوفة الصف يكون الأول يكون I و J والK الصف الثاني رح يكون corresponding component للفكتر الأول الصف الثالث رح يكون corresponding component للفكتر الثاني وبدلا نتيجة طلعنا الفكتر A B cross AC اللي هو ثلاثة I زائد 2 J زائد 6 K هذا البكتر A B cross AC رح يكون عمودي على البلين This vector is normal to the plane We substitute the components of this vector and the coordinate of a point A اللي هي 001 من اختيار نختارين النقطة A لا على التعين ممكن ناخذ النقطة B أو C into the components form of the equation of the plane to obtain ورا اكتب عندي مثل ما اتحدثني ناخذ ال component أو skeller equation of the plane اللي هي A X minus X note زائد B Y minus Y note زائد C Z minus Z note 0 وانقل 3 و 6 و اضربهم بال X minus X note عندي اختارين النقطة A فالX note ستكون 0 Y ستكون 0 Z ستكون قيمتها 1 فتدخل القيم 3 و 6 وال 2 تدخل على القوس ورا حكون عندي هنا 3 X زائد 2 Y زائد 6 Z minus 6 0 وانقل المعلوم في الجهة الثانية رح يكون عندي هنا 3 X زائد 2 Y زائد 6 Z equal to 6 نأخذ موضوع آخر خاص بال planes بالمستويات وهو موضوع parallel and intersection or intersecting planes وهو توازي وتقاطع المستويات we have discussed the various possible relationship between the two lines in two dimension or three dimensions when we discuss describe the relationship between two planes and space we have only two possibilities the two discussed plane are parallel or they intersect or or they they intersect اذا كانت normal vector لهذه المستويات متوازيات يعني المستوى الأول إذا واضح المستوى الثاني إذا كان موازي المستوى الأول إذا كان موازي المستوى الثاني لازم أن يكون الفكتر الأول والفكتر الثاني للPlains يكون متوازيات نأخذ مثال على ذلك The Plains X زائد من 2Y منص 3Z يساوي 4 هذه معادلة مستوي بالفراغ هذا البلين الأول والبلين الثاني اللي هو 2X زائد من 4Y منص 6Z equal to 3 هذا المستوى الأول اللي هذه معادلته مع هذا المستوى الثاني يكون متوازي ليش لأن النورمال بكتر الأول طبعاً شون نحصل على النورمال بكتر من l-equation of plane ناخد الcorrespondent component للX والY والZ هاي الcorrespondent component إذا تذكرون هي A, X زائد من BY زائد من CZ ال-A والB والC هي الcorrespondent component للفكتر اللي هو يكون normal على البلين فعندي الفكتر الأول اللي هو الcorrespondent component للX باتجاه ال-I الcorrespondent component للY باتجاه J و الcorrespondent component للZ باتجاه الكي فراح يكون النورمال الفكتر الأول اللي هو I زائد من 2J منص 3K منص 3K النورمال الفكتر للبلين الثاني هو 2I زائد من 4J منص 6K إذا تلاحظون العلاقة بين النورمال الفكتر الأول والنورمال الفكتر الثاني النورمال الفكتر الأول هو النورمال الفكتر الثاني هو ضعف النورمال الفكتر الأول يعني هذا الفكتر هو ضعف هذا الفكتر يعني N2 ضعف N1 فراح يكون عندي فراح يكون عندي N1 اللي هو النورمال فكتر الأول يكون مع النورمال فكتر الثاني That is N1 N2 equal to 2N1 يعني راح يكون الفكتر الثاني هو عبارة عن الفكتر الأول مضروف في المقدار اللي هو الثنين هذا الفكتر هو نفس الاتجاه ونفس المقدار ولكن بضعف الكمية هذا في حال إذا كان two planes are parallel إذا كان المستويين متوازيات الحال الثاني if two planes are not parallel إذا كانت المستويات غير متوازيات إذا كانت إذا كانت المستويين غير متوازيين then they intersect in a straight line فراح تكون المستويات المستويين راح تكون راح يتقاطع بخط مستقيم طبعا طلاب مثل ما نلاحظ بهذا الفكتر فكتر الثلاثة وعشرين البلين الأول اللي هذا اللي باللون الأزرق والبلين الثاني اللي باللون الأسود البلين الأول متقاطع مع البلين الثاني بهذا الخط المستقيم من هذه النقطة إلى هذه النقطة هذا خط التقاطع بين المستوي الأول والمستوي الثاني هذا اللاين اللي هو line of intersection يكون واقع على البلين الأول والبلين الثاني وهو خط التقاطع ما بين البلين 1 والبلين 2 فقلنا الplane الاول اي plane مع plane ثاني يتقاطع بخط مستقيم الline مع الline اخر يتقاطع بنقطة الline مع plane يتقاطع بنقطة ولكن الplane مع الplane ثاني Palen مع plane اخر يتقاطع بخط مستقيم فراح يكون هذا line of intersection هو مستقيم أو خط التقاطع فراح يتقاطع بخط مستقيم and the angle between the two planes is defined as the acute angle between their normal vectors وأقدر من خلالها أوجد الزاوية اللي توقع بين المستويين واللي تحدد أو تعرف بواسطة تعرف كزاوية حادة طبعا نحن نريد نحسب الزاوية بين المستويين نأخذ الزاوية الحادة الأكيوت أنقل بين normal vectors يعني كل كل plane إلى normal vector خاص به فالبلين الأول إلى normal vector 1 يكون عمودي على البلين الأول والبلين الثاني إلى normal vector 2 ويكون عمودي على البلين الثاني فالبلين الأول مع البلين الثاني راح يكون زاوية هذه الزاوية اللي هي هاي الزاوية الحادة اللي هي الأكيوت أنقل أقدر أحسبها من خلال البلين normal vector الأول مع normal vector الثاني للمستويات فالفقرة 23 how the line of intersection of two planes is related to the plane's normal vectors مثل ما تعرفون يعني هذا خط التقاطع اللي هو line of intersection هو خط مستقيم أقدر لازم من خلاله ممكن أنه أوجد معادلة هذا الخط المستقيم ومعادلة هذا الخط المستقيم هو ناتج ضرب cross product لnormal vector 1 cross normal vector 2 فراح يكون بهذا الاتجاه يعني يعني N1 cross N2 راح تكون هو الفكتر اللي هو راح يكون موازي لخط التقاطع طبعا هاي بعض الأسئلة المشتركة راح تكون بين المستويات والمستقيمات هذا ممكن أنه تجي بنهاية السنة أو بالامتعانات الفصلية أو امتعانات الكورسات أو بالهوموركس راح تجي ربط العلاقات بين المستويات والمستقيمات بالفراغ وكيفية إيجاد معادلات المستويات والمستقيمات وكيفية إيجاد معادلة الخط المستقيم أو إيجاد نقطة واقعة على مستوي معين هذا كل يكون يعني صياغ ربط بين المواضيع مثال على هذا الموضوع اللي هو parallel and intersection أو intersecting planes مثال find a vector parallel to the line of intersection of the planes رائد مني اللي الvector اللي هو راح يكون parallel to the line of intersection مثل ما موضح عندنا بهذا الفقر رائد مني ال line الvector اللي هو parallel to the line of intersection يعني رائد مني هذا الvector اللي هو n1 cross n2 ومطيني معادلة المستويين مطيني معادلة المستويين لأن لأن أنا بالسؤال طالب مني الvector اللي اللي يكون parallel to the line of intersection between two planes المعادلة 3x ز minus 6y minus 2z يساو 15 والبلين الثاني راح يكون معادلة 2x ز y minus 2z equal to 5 فمن المستوي الاول استخرج normal vector الاول ومن المستوي الثاني استخرج normal vector الثاني و اضرب normal vector الاول cross normal vector الثاني و راح تنتج عندي راح ينتج عندي vector هذا راح يكون موازي لخط التقاطع اللي هو line of intersection الفكتر الاول راح يكون هو عبارة عن 3i minus 6j minus 2k الفكتر الثاني راح يكون هو عبارة عن 2i زائد 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 j minus 2k فراح يكون عندي normal vector الاول cross normal vector الثاني طبعا فوقها هنأكو علامة الفكتر لازم equal to كيفية ضرب متجهين ضربين اتجاهين راح باستخدام مصفوفة صف الاول راح يكون هو عبارة عن ajk صف الثاني راح يكون هو corresponding component للvector الاول ثلاثة سالب ثانية سالب اثنين والvector الصف الثاني الصف الثالث راح يكون هو عبارة عن corresponding component لل normal vector الثاني وبالنتيجة راح يكون عندي الفكتر هذا اللي هو parallel to the line of intersection راح يكون هو عبارة عن 14i زائد 2nj زائد 15 k ان شاء الله في المحاضرة القادمة ناخد بعض الامثلة ونتطلق الى اخر موضوعين اللي هن موضوع كيفية حساب المسافة بين نقطة و مستوي والموضوع الاخر اللي هو كيفية حساب الزاوية بين المستويات angles between planes هذا ان شاء الله في المحاضرة او الجزء الثاني من المحاضرة السابعة الى هنا انتهت جزء الاول من المحاضرة السابعة شكرا لحسن الاصغاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته